اشتركوا في القناة الاخبار العاجلة والتربوية واسئلة ومرشحات وكل ما يخص الدوائر الخدمية اولا باول فلا تنسى قبل ما تشوف الفيديو الاشتراك بقناة التليجرام اخوتي الاحبة هذه الاسئلة اللي تعرض عليكم هي نماذج مهمة بالنسبة للامتحانات نصف السنة لعدة مدارس ولعدة اعوام والتركيز دائما انا اقولكم واكدت حتى في سئلة الامتحانات التمهيدي انه التركيز راح يكون اكثر شيء للسنتين اللي راحا او بالزايد للثلاثة سنين اللي راحا لان حسب ما لاحظنا وشافوا دققوا اكثر الاساتذة انه اكثر الاسئلة تتجي من السنة مثلا خنقول 2018 كانت اكثر الاسئلة او تقريبا 8-7% من اسئلة جتي هي من مشابه من اسئلة 2016 و2017 ونفس الشيء 2017 جتي منها اسئلة كثيرة من 2017 و2018 اذا التركيز على اخر ثلاث سنوات وهذه الاسئلة اللي انا نزلكم سنة 2016 و17 و18 و19 بالزايد اربع سنوات يعني التركيز التركيز على اخر اربع سنوات او ثلاث سنوات او سنتين راحا هالموجود عندك المهم مراجعة الاسئلة وحلول الاسئلة لسنين الراحة مهمة جدا 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 بعد ما اتخلص وتراجع الكتب اسئلة نصف السنة كانت او نهاية السنة الاسئلة الوزارية والاجوبة والنماذج والمراشحات تركيز عليهم لكن لا تعتمد عليهم بمجرد انه تقوي نفسك بحلهم او بمراجعتهم بمجرد انه تشوفهم تشوف انت اللي تعرفه عبره واللي ما تعرفه حاول انه تطلع بالكتاب وتتأكد من عنده او تحله بالورقة والقلم هذه نصيحتي لكم واتمنى انه تستفادون من هذه الاسئلة وهي السلسلة ما الاسئلة اللي رح نزلكم ياها ابتداء من صفوف الابتدائية ومن ثم المتوسطة والعدادية والتركيز على الصفوف المنتهية للصفوف السادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس الاعدادي بفرعيه الادبي والعلمي شكرا لكم اخواتي شكرا لكم لمتابعة الفيديو اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات ثم الاعجاب بالفيديو اشتركوا في القناة